نحن روح ليه أخبارنا النهاردة وهي لعبه منتخب مصر فوضه الكابتن محمد الشناوي أحد كباية منتخب مصر للحديث مع اتحاد الكرة بشأن المستحقات المتأخرة اللاعبين خلال المعسكر المقبل هم عندهم مستحقات متأخرة من كأس الأمور الأفريقية الأخيرة محمد الشناوي ما بيتواصلش مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وبيتواصل مع اثنين خالد درندلي وحازم إمام عشان يحل هذه الأزمة اللي مدايق اللعبة بصراحة وانا أتركهم قبل كده حقهم ولازم يخدوهم وكأس الحازم إمام كان معايا في مداخلة وقال لي انه هم بصدد صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن ده بالنسبة ليه خبرنا خبر الاتحاد الكرة ومحمد الشناوي وتفويده للبحث عن مستحقات اللاعبين